بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه سائل يسأل ويقول ما محظورات الصيام أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الصيام شرع للوصول إلى التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالغاية من الصيام أن نحقق التقوى على المستوى الفردي والغاية من الحج أن نحقق التقوى على المستوى الجماعي فمن صام فلابد أن يصوم بجوارحه عن القيل والقال والغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر والإمام الغزالي رحمه الله صنف الناس مع الصيام إلى أصنف ثلاثة صيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص فصيام العوام أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصيام الخواص أن يصوم بجوارحه وحواسه عن الحرام وعن الخوض في الحرام من غيبة ونميمة وبهتان وخوض في أعراض الناس والصيام الثالث من الأنواع هو صيام خواص الخواص وهو صيام القلب عن الهمم الدنية والخطرات الشهوانية فيحذر على الصائم أن يمد عينيه إلى الحرام وأن يطلق لأذنيه العنان فتسمع الغيبة ونميمة ولابد أن يحفظ لسانه عن الأشياء المحرمة تصوم بجميع جوارحك لأن الصيام لله وهو يجزي به أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صيام الخواص وصيام خواص الخواص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما ترجمة نانسي قنقر